والحامدنا وقفة مع بعض الأخبار المصرية بقى المحلية لأنه برضو في حاجات التطورات بتحصل مهمة زي مثلا تصديق الرئيس الستيسي النهاردة على زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعملين بالدولة غير المخاطبين به طيب هنعرف تفاصيل أكتر والزيادة الحقيقة تقريبا 600 جنيه طيب خلينا نسأل الأستاذ إبراهيم أبو العطى أمين عام نقابة المعاشات أهلا وسهلا بحضرتك عايزين يعرف تفاصيل عن الزيادة أولا قيمتها قد إيه وهتتطبق من إمتى الزيادة قيمتها 300 جنيه على 300 جنيه كانت موجودة من الأول يعني هيبقى العلاوة للسيناية 600 بس في 300 موجودين من شهر أصبع من شهر 11 اللي فرصة بالثالث هيبقى العلاوة قيمتها 600 جنيه لكن الزيادة اللي هتيجي للناس 300 طيب تنطبق على مين أو مين يستفاد منها؟ أنا هتكلم بالنسبة من خصصينا هم أصحاب المعاشيات كل من يتقادى معايش أه أي حد بيتقادى معايش؟ أه طيب حداشر تقصت حضرتك؟ لا لا عشرة هي مستحقة من عشرة لا يعني إمتى بالزبط؟ الاستحقاق من عشرة يعني لو اصرفت الشهر ده المعاشي جاي يبقى فيه شهرين آه يعني شهر عشرة شهر أكتوبر كمان داخل معانا أيها آه تمام ممتاز طيب هل فيه طيب رقم عن الإجمالي الإجمالي التكلفة هتبقى قد إيه؟ أو المستفيدين في المعاشيات على الأقل؟ بالنسبة للمعاشيات التكلفة تقرب من عشرين مليار عشرين مليار آه وعدد المستفيدين؟ عدد المستفيدين من المعاشي عشرة مليون وكسر كده آه أنا باخد من حدك أرقام وهي أرقام مهمة جداً عشرين مليار التكلفة عشرة مليون مستفيد 300 جنيه على 300 جنيه لقبل كده 600 الإجمالي ابتداء من شهر عشرة اللي احنا فيه بس الناس تبقى فاهمة دي بتبقى مجنبة 600 دول مجنبين اللهم اللي هوا استثنائية بيتبقوش على المعاشي بيتصرفوا لكن ما بيتبقوش على قيمة المعاشي آه دي علاوة استثنائية على جنب آه علشان أي زيادات بتيجي بعد كده هي ما بيتخلشش تبقى بشكر حتىك شكراً جزيلاً الأستاذ إبراهيم أبو العطى أمين عام نقابة المعاشيات